ورحمة الله وبركاته عودت بعثة الزمالك من غانا بعد الفوز على دريمز وفرمان من جوميز قبل مواجهة البنك الاهلي وطلب للأمن في النهائي نبتدي بعودات بعثة الزمالك بالسلامة وصلت بعثة الفريقة الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي عائدة من غانا بعد الفوز على دريمز الغاني وتأهل إلى نهائي بطولة كأسة الكونفدرالية الأفراقية وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وفرط إراء خاصة لنقل الفريق مباشرة من القاهرة إلى كوماتي ثم العودة مرة أخرى لتسهيل مهمة الأبيض حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق في رحلة السفر وقد حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهاء بطولة كأسة الكونفدرالية بعد فوزها على دريمز الغاني بسلاسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بابا يارا الرياضي في إيابة دور نصف النائي للبطولة وكان لقاء الزهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموعة المبارتين بسلاسية دون رد لمواجهة نهضة بركان المغربي في الدور النهائي ومن المقرر أن تقام مباراة الزهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو بينما ستقام مباراة الإياب يوم 19 مايو على استاد القاهرة وفرمان جوميز قبل لقاء البنك الأهلي قرر الجهاز الفني للفريق الأول لقرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزي جوميش استئناف التدريبات الجماعية في الخامسة مساء اليوم السلساء على ملعب النادي عقب عودة باسة الأبيض من غانا بعد الفوز على دريمز الغاني وتاه لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفراقية يأتي قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوميش باستئناف التدريبات اليوم استعدادا لمباراة البنك الأهلي والمقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية بعد فوزها على دريمز الغاني بسلاسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بيارة الرياضي يعني هما وصلوا مباراة بيتدربوا النهاردة وهيلعبوا بعد بكرة ما طلبوش من اتحاد الكرة أن هما مرهقين يا جماعة وعايزين نأجل زي الناس التانية هي دي الرجالة اللي بيعتمد عليها نروح للزمالك وطلب للأمن في نهاية الكونفدرالية أمام نهضة بركان قرر مسؤول نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب طلب حضور الجماهير بالساعة الكاملة في مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفراقية أمام نهضة بركان المغربي والمقرر لها يوم 19 مايو المقبل وأوضح مصدر بنادي الزمالك أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيطلب رسميا من الجهازة الأمنية سماح بحضور الجماهير بالساعة الكاملة في ظل أهمية المباراة للفريق لحصد لقب الكونفدرالية إن شاء الله بإذن الله وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهاي بطولة كأس الكونفدرالية وغادر أمس الفريق الأول لكرة القدم مدينة كوماسي الغنية وصلتت وسائل الأعلام الغنية الضوء على فوز الزمالك على دريمز الغاني في نصف نهاء الكوفدرالية الأفراقية هذا الموسم ليتأهل الأبيض إلى نهائي البطولة الأفراقية منتظرا مواجهة نهضة بيركيان المغربي وقال موقع غانا سوكر نت إن رحلة دريمز انتهت في الكونفدرالية على يد الزمالك بعد خسارة مدوية بسلاسية نظيفة في إياب نصف نهاء الكونفدرالية وسط خيبة أمل كبيرة بالنسبة للفريق الغاني موقع غانا ويب كتب الزمالك يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية على حساب دريمز الذي تلقى هزيمة بسلاسية رغم ما حققه من أداء جيد على مدار البطولة موقع مودرن غانا كتب الزمالك يقضي فريق الأحلام من الكونفدرالية يقصي فريق الأحلام من الكونفدرالية الأفراقية حيث خسر دريمز من العملاق المصري بسلاسية نظيفة ولم يتمكن دريمز من إظهار جودته أمام العملاق المصري الحساب الرسمي لنادي دريمز كتب ليست الطريقة التي توقعناها لقد خرجنا من نصف نهاء الكونفدرالية نهاية لرحلة مزهلة مع حجد مسير ودعم على الصعيد الوطني شكرا لكونك جزءا من رحلة أحلامنا ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في نهاء الكونفدرالية وذلك بعدما تخطى الفريق المغربي عقبت اتحاد العاصمة الجزائري وقال موقع آخر الزمالك يقصي الدريمز بسلاسية نظيفة ولما لا وهو أفضل نادي وأكثر نادي تتويجا في القارة الأفريقية فعلا الزمالك أكثر نادي تتويجا في القارة الأفريقية في القرن العشرين محدش ينكر ذلك نتمنى إن شاء الله الفوز كل الفوز لنادي الزمالك بإذن الله في المباراة اللي هي تتلاها بيوم 19 الشهر اللي احنا فيه ده أما هو خلاص بكرة يبقى بعد 19 يوم بإذن الله والجماهير هتفضل وراء لغاية إن شاء الله بإذن الله لما ناخد الكونفدرالية نروح لموقع تاني بيتكلم عن الزمالك ويتغزل في اللعب اللعيبة اللي كانت وإنهم كانوا أكثر من رائعين فعلا الزمالك عمل جيم حلو جدا 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 ولذلك جميز رفض الراحة في الزمالك وبدأ استعداداته لمواجهة البنك الأهلي زي ما قلنا لكم قرر الجهاز الفني لقرة القدم من نادي الزمالك بقيادة جزي جميز استقناف التدريبات الجماعية اليوم الساعة خمسة على ملعب النادي عقب العودة يعني جمع على طول استقنفوا التدريبات النهاردة بإذن الله الساعة خمسة والماتش بتاعهم مع البنك الأهلي بعد بقرة يوم الخميس الكلام ده بعد ما حسم الفريق الأول لقرة القدم من نادي الزمالك تأهله لنهاي بطولة كأس الكنفدرالية الحمد لله إن شاء الله تكون المباراة اللي جاية كلها موافقة لفريقنا المحترم لفريقنا الجميل كمان هنقول لكم على أن أزمة القيد بتاعة النادي وإيه اللي تواصل فيها لغاية دلوقتي نادي الزمالك كل ده إن شاء الله بإذن الله نعمله لكم في فيديو القادم تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم وتحية كبيرة لجمهوره المحترم اللي مشرفنا بكل بطولة تحية كبيرة machen